اهلا بكم تدعيات الاحترار العالمي تتزايد قصوتها من فيضنات جارفة وعواصف وموجات جفاف متتالية وحرائق الغابات المستعرة في انحاء شتى من العالم مخلفة وراءها غسائر بشرية ومادية تقدر بمليارات الدولارات وهو ما رفع وطيرة التحذرات من تدعيات التغير المناخي تقرير للمنظمة العالمية للارصاد الجوية وثمانية عشرة وكالة دولية اخرى حذر من ان تغير المناخ قد يقود جميع اهداف التنمية المستدامة التي يجب تحقيقها بحلول عام 2030 وذلك سواء على صعيد الامن الغذائي او الصحة او توفير المياه النظيفة وغيرها موضحا ان الكوكب بعيد عن المصاري الصحيح لكي يحقق الاهداف المناخية المرقوة التقرير اكد ايضا ان عام 2023 كشف بكل وضوح عن ان تغير المناخ بلغ مستوى مقلق وهو ما تظهره درجات الحرارة القياسية في الارض والبحر وظواهر التقص المتطرف التي تتسبب في حدوث فوضى في جميع انحاء العالم مضيفا ان الاحداث المناخية المتطرفة قد تسهم جزئيا في اقتراب نحو ستمائة وسبعين مليون شخص من الجوع عام 2030 التقرير افاد ايضا بانه تم الابلاغ عن نحو 12 الف كارثة جراء الظواهر الجوية والمناخية والمياه بين عامي 1970 و 2021 ما تسبب في وفاة اكثر من مليوني شخص الى جانب خسائر اقتصادية بقيمة 4.3 تريليون دولار مضيفا ان اكثر من 90% من هذه الوفيات و60% من الخسائر الاقتصادية شهدتها الاقتصادات النامية وهو معاقة تقدمها في مسار التنمية المستدامة المنظمة العالمية للارصاد الجوية اشارت الى ان ما يشهده العالم ما هو الا مجرد بداية في الوقت الذي ما زالت الاستجابة العالمية اقل بكثير من المطلوب محذرة من احتمالي ان يتجاوز المتوسط السنوي لدرجة الحرارة العالمية واحد ونصف درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة لمدة سنة واحد على الاقل من السنوات الخمس المقبلة التحذيرات الاممية تأتي في وقت زادت فيه بالفعل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون من الوقود الاحفوري بنسبة 1% عالميا عام 2022 مقارنة بعام 2021 بينما تشير التقديرات الاولية من يناير الى يونيو في العام الجاري الى زيادة اخرى بنسبة 3 من 10% ما يعني عدم نجاح الدول في الوفاء بالالتزامات التي جرى الاتفاق عليها في اتفاق باريس المناخية ورغم التحذيرات من ان تدعيات تغير المناخ قد تتسبب في زيادة كبيرة في مشكلات الصحة والوفيات المبكرة فان التقرير الاممي ترك الباب مفتوحا امام بارقة امل تكمن في العلوم وخدمات المناخ والتي يمكن ان يكون لها دور كبير في ايجاد الحلول خاصة على صعيد تعزيز بعض الاهداف مثل الامن الغذائي والمائي والطاقة النظيفة وتحسين الصحة مشددا على ضرورة ضخ استثمارات عالمية بالعلوم والخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ مشاهدينا كان هذا عرضا مجزا حول التحذيرات الاممية من تدعيات التغير المناخي شكرا على طيب المتابعة